السلام عليكم بينما كان يعمل في حقل تملكه أسرته ليحصل على قوت نفسه وعائلته في وقت تقطعت فيه سبل الرزق بعد سيطرة الحوثيين على قراهم وأسواقهم في أرياف محافظة تعز فجأة وجد نفسه مطلوبا للسجن تهاجمه القوة الأمنية المدربة وتحاصر قرية المدرعات والأطقم واقتادوه أعزلا مغمض العينين على سيارة إلى مكان لا يعرفه ولا يعرف سبب اقتياده إلى هناك وبعد وقت قصير أخبروه أنه ساجين لدى الأمن القومي في سجن مدينة الصالح التابع للحوثيين في محافظة تعز واتهموه بالمسؤولية عن أحداث قصف لطيران التحالف وبقي في السجن مخفي قصرا لأكثر من عامين قصة المختطف السابق علي الحارثي يروي جانبا منها في الفيلم التالي نتابع ومن ثم نعود اسمي علي محمد قبر الحارثي رأية يعني قريتنا ناس بسطة رأية ناس كانوا متمنشوا الحرب قالوا عشنا بالقرية معنا يعني تقول أحوال نزرع طماط نزرع الكرار نزرع إحنا ناس على قد حالنا إحنا ناس ما نشيش مشاكل ما نشيش شيء حاولوا كبراء القرية يعني في تملك كيف يقولوا لهم قندبوا إحنا الحرب تمام ما فيش أسرروا أنهم يعني يقبروا كامل اللي ما اللي مش بيصفين أصفوه بديوا أول يوم أقاؤوا دخلوا القات حقنا طبعا معنا حوال قن بعض دخلوا القات أخذوا ما أخذوا من القات وخرقوا أقاؤوا ثالثين منذ الرابع يوم وداهموا القرية كامل طيب أنا ما كنتش أحسوم إنهم يبحثوا علي ما ما قلش يعني بيهنين إنهم يبحثوا علي فكنت طبيعي ما فيش شيء المرة الثالث داهموا فسموا بالاسم علي أقال قال علي ما أكلم لش أقال طبعا كان قنبة عندنا إحنا داري إحنا صحب تعزي ناس ببسطة يعني حريمانا يشتغلين بالوادي أهلنا يعني مشاركة كل إحنا نشارك بصنع الأسرات بصنع ال أقال له هناك يبحثوا قال له وين هي بيت علي قال له بيت علي هناك دخلوا البيت طبعا هي بيت قدين بيت دار كبير بيت قدين دخلوا البيت ما حصلوا شو حد أقاوا كلامنا قالوا لي أقا يدورونك عندنا يعني ما ببسط الحول إن لو طوقوهم صدقا الحول منازلوا سلم نفسها كده تمتك وضربوا بصاص أشال لي بعد إن شلونا طيب وشلوه لقات كامل أثنان كان إحنا نبيعقات نيفا ربي الحبا ونبيعقات شلونا وشلوه لقات كامل ربطوا عيوني ما دريت لا وين شلوه شلونا لا والسيار هيلوكس اللي شفته عندنا فوق الهيلوكس ربطل عنها قيب برا مشينا حوالي حقا من الساعة ساعة لها ربع وقفوا ونزلوا النار فكلين بغرفة بلوك قال يقول لي أنت متعاون مع العدوان أنت قد رصدت واستطلعت أنت حددت طيران قال له ما حد حددت قال لي بأن تلفونك تلفوني مهلوش تلفوني بالقرية احنا اطرحوا لقد نشتغل بالوادي ولش يطرحوا بالبيت تلفوني مهلوش قال لي هات رقمة عندي تلو رقمي قال لي خلاص يجلس قال أست أقعوا أربعة دخلوا بيدهم دفتر عادي دفتر عادي واثنين بيداتهم عصا قام يسجل اسمي يقول لي مع من كنت اتواصل طبعا لو أحل ما يستذهن تقول أنت تفعل الشيء ذا قال لي أنت أنت قمت برصد فلن بن فلان وضرب الطيران أنت قمت برصد فلن بن فلان يعني سما بالاسم شوية طرحونا لمغرب أقع طاقم طبعا طبعا كنت حسب ما كنت أسمع يقول له الأمن القومي 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 يقول له الأمن قيدنا ربط عيوني طلعونا فقط طقم ما دريت اللي لو قدنا داخلت قنب عمارة كده يفك لي من عيوني هذا يقول لي مشي مشيت فك لي دخلنا غرفة الوحدي هذا بالصالح وصلنا الصالح وصلت له هناك بجي التحقيق معي طرحوا ملف قاو قل لي فتح كده ملف أو ملف قد يعني قد قيت شكله وقربه في ملف جاهز طرح ملف فتح الورقة قل لي اسمك علي قل لي اسمي علي قل لي علي محمد قبر الحارس قل لي محمد قبر الحاسي قل لي أنت قد حكم السيد بإدامك قلت له خلاص كده حكم إدام بدون مهلنا بدون شي قال لي قد حكم السيد بإدامك قلت له ما شاء الله فعل أخذوا لنا من عمارة بالصالح ونقلوا لنا عمارة ثانية العمارة دي تبع ابو كومي أول مساقين ندخل إحنا يعني افتتح بنا هو افتتح يعني مربط المواشي حقه على ما يعني لما كنا نشوفه يدخل وأذا مربط المواشي لأنه قالوا إحنا لهناك وصلتنا وصلت دخلنا عند مازين أول أقيت دخلتنا وصلت قال لي شلو لك الفراش هذا شلو البطانية هذا هو جديد المبنى تماما يا الله تعالى قال لي مرحبا أيش مرحبا في بك أنت بالأمن القومي قلت له حياك الله ما كانانا ببلادي شلنا دخلنا يومين يومين أستدع خرجنا خرجنا طبعا أنا في معاهم لما أنه جهاز يعني يسمى جهاز الأمن القومي متطورين هناك معاهم تسجيل معاهم تصوير معاهم بدي يطرح اسئلة رقم تلفونك رقم مدريه شو هذا عندي ترى رقم تلفوني ما كنت أنا متوقع أنه بيقع الشي اللي بيحصل من بعدين أنا اسمع على الأمن القومي اسمع عن تعذيب اسمع عن كذا بس مش كنت بستوعب أنه بيكون بجلبوحشية اللي استخدوا مني هم قال لي تعال أستدعون وصلت قلست قدام واحد اسمه بوحرب واحد اسمه بوحرب قال لي شوف أنت هنا بالأمن القومي قلت له حياك الله قال ما فيش داعي لأي إنكار قلت له ما فيش أي شي بإنكار هي قد قلت له قريحة حرب يعني قد راحوا نص مليان ما عابش اللي أنا زيدة لو مت عادية على الله قال لي أشتي أعرف معا من كنت تواصل وأشتي أعرف تفاصيل كامل كم رصد هذا برضاعك يقشوفوا يقول لي برضاعك قلت الشي بطريقتنا بطريقتنا قلت له كان برضاعي أنا ما فيش معي أي شي يقول له أنا هنا أسير أو سيقين أو مختطف ما عناش داري شي أعبر لكم يعني اللي تشحسوا بنا أنت محسبتني أنا أنت شئت فعلت خلص قوة قوة ظلم أو قوة قدرة أقل الضابطة كبير دخل كذا الضابط الباب دخل اسم أبو كوميل أول يوم ما تلاقي التقيبه كذا طبعاً هذا التقبه العيال كان ينزل التقبه العيال دخل قال لي أنت علي قلت لون علي ساري زبطنا هنا على طول بدون إشي كان لابس ميري المركزي زبطنا هنا وأتمددتنا كدها والطرح يقول له هنا قال لي أشتيعرف كل التفاصيل كل التفاصيل إيش؟ قال لي أشتيعرف كل شي قال لي معانا رسائلك رسائل إيش؟ قلت له ما بش أي شي قال لي خلاص شكلك أنت بتتعب حين بس إحنا بنعرف كيف نخرج الخبر كله كان الكهرباء عادي ما توفرش عندهم فاستخدموا معانا العصى كان يشوف الوائرة تاني حق الكهرباء وائرة كهرباء كان يشتخدموا معانا وائرة كهرباء طبعا لو بستيقن يسحب منك المشدة القائش لما عاك شميز الثقيل يشلو عليه يعني يسلوب منك كل شي ما يخليك اللب مقطب فانيلة لو معك فانيلة خفيف بدي بدينا شله قال له يشوف كيف بس يقول له اودي المريخ ولا زحل انا اسمعهم بس انا مغمق على عيوني ما اشوفش ما اشوفهمش قال له اودي المريخ المريخ ولا زحل قال له خلاص هذا بدي نزله زحل نزلنا بتحت بشكله بدروم هاي اللي هين عماء عمال الصالحين بدروم نزلنا لا تحت ربطنا كذا ها بكلبشات بدي كان معه صبرة الصبرة هذي استخدموا باستخدامة يعني هالمين بدي طرحي فقصباعين قال لي اشتي الخبر كله طبعا في معهم مسجل يسجل بدي الضرب ثلاث ساعات ضرب منهم اثنين اللي كانوا اثنين ضرب هذا بيسبوع الول والاثنين تماما الثنين ضرب يعني لنا غمي علي صحانا بمي ورجع استمر ثاني مرة شوفوا الواير حق الطاقة الشمسية الكبير عطفوا كده وخبطنا بالواير لما شوف قسمي معالم كامل معلم قسمي كامل مش انه العلامة لانه اتشقق القلب لما اصبح معالم بظهر حقيق وقول له مازن على الحريقي فتح الباب ووين مازن? مازن يسأه من الجنبي قال خير ان شاء الله فقال له خير قال لها عند الباب قال له ابنك مات هو يحب شهاب قال له ابنك مات ومازن براك خلاص قال له ابنك اقوب برو الطايران ضرب الطايران هو بيت مازن بالحوبان الطايران ضرب وميّت ابنك خلاص؟ مازن براك أنهار تماما هذا أسلوب من التعذيب النفسي قالوا تتصلوا وقالوا إنه ابنك مات طيب أنت تشوف المواحق يقول لك ابنك مات خلاص تصب انهيار على طول أنا قل لي أمك وخواتك ضربوهم الطيران طيب كانوا بالقرية هون بالبلاد طيب إيش اللي بتفعله خلاص ما أنت أنهرت ليش لأنه يضغط عليك نفسيا يقوعك حتى القوع شوف الأكل إن دي لك وقبة واحدة باليوم وقبة واحدة باليوم السنة وعشر وشهر ما فيش واحد من أهلي يعلم وين أنا اختفيت اختفيت خلاص كامل معتقلين مش لنا بس معتقلين كامل اللي كانوا بالأمن القومين الحمد لله رقائنا الآن بقريتنا مرتاحين نزارع لنا بلادنا وعايشين واللي بكتبوا ربي إن شاء الله الله شهي لك الظالم استمر ومنع من العلاج وتدمير نفسي وحرمان حتى من أشعة الشمس وإخفاء قسري كل هذا جزء يسير من الأهوال التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الحوثيين بمدينة الصالح السكنية حيث لا شمس ولا قانون ولا حقوق إنسان مئات من المختطفين بينهم عشرة المخفيين قسرا يظلون لأشهر وسنين خلف جدران السجون حيث القاضي هو الجلاد والسجان والحاكم والغريم في الوقت نفسه مشاهدين الكرام الناشط والراصد الحقوق رضوان شمسان ينضم إلينا من مدينة تعز للحديث عن استمرار مأساة المعتقلين في سجن مدينة الصالح التابعي للحوثيين بمحافظة تعز مرحبا بك معنا سيد رضوان مرحبا إذن تبعنا قصة المعتقل علي الحارثي وهو أحد ضحايا سجون الحوثيين في محافظة تعز نود أولا أن نعرف كيف تنظرون أنتم لقضية السجون الخاصة التابعة للجماعة المسلحة والميليشيات وكذا الشخصية النافذة بشكل عام السجون الغير قانونية الموجودة في جميع أنحاء اليمن نعم وهي بكثرة في مناطق سيطرة الحوثي وأيضا موجودة في مناطق أخرى لا تخضع لأي جهة رسمية وإنما هي عبارة عن سجون خاصة وهذه السجون الخاصة مقرمة طبقا للقانون ولا يمكن القول بأن هذه السجون يمكن أن تسمى إصلاحيات بحسب قانون السجون الموجود في الجمهورية اليمنية هي عبارة عن أماكن احتجاز غير شرعية وغير قانونية يخرج المعتقلون من هذه السجون في حالة نفسية ومادية تستحق العون والمساعدة كيف تقيم أنت مستوى الاهتمام بهم؟ حقيقة كثير من من تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري وإداعهم هذه السجون الغير قانونية ومنهم العلي حارثي صاحب هذه القصة وأمثاله الكثير من القصص الحية الموجودة هنا في تعز أو في مختلف مناطق اليمن طبعا نحن قابلنا كثير من الضحايا من من تعرضوا لهذا الانتهاك وهم في أمس الحاجة للمساعدة لكن لا تقد قهات معينة رسمية تتبنى عملية إعادة تأهيل هؤلاء أو مساعدتهم ماديا أو تقديم برامج دعم نفسي ومعنوي حتى يستطيعون الاندماج المتمع كونهم يخرجون من السجون في حالة نفسية سيئة جدا جدا وقد تعرضوا تعذيب قسادي وتعذيب نفسي ومن ثم حرمان من رؤية أهلهم أو أقاربهم برأيك أين يكمن الخلل؟ لماذا لا توجد هناك جهات رسمية ومسؤولة أمامهم تهتم بهم؟ ما العائق؟ في الواقع هناك مؤسسات تكاد تكون عبارة عن مبادرات فردية يقوم بها ناشطون أو محامون أو لكن لا توجد هيئة رسمية أو حتى وزارة حق الإنسان تغفر هذا الموضوع بشكل كبير جدا ونحن دائما نوصي بضرورة الاهتمام بالعايد من سجون الحوثي أو من السجون الأخرى التي يتعرضون لها نوصي بضرورة الاهتمام بهم وإيجاد دائرة أو إدارة عامة تتبنى قضاياهم وأيضا تهتم بهم تقدم لهم المساعدة اللازمة حتى يستطيعوا العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي قبل أن يتعرضوا لهذا الانتهاك لكن لا حياة لمن تنادي نحن دائما في تقارير الحقوقية ننشر ونطلب من الجهة الرسمية سواء كانت شرعية أو حتى نطلب أي حيانا من المجتمع الدولي بشكل عام أن يتبنى قضايا الذين يتعرضون للسجون بشكل غير قانوني دعنا نتحدث عن دور الحقوقيين والنشطين في هذا الملف كيف تقيم أنت دورهم؟ وهل هناك ضغط فاعل من قبلهم بحيث يتم كشف ما يحدث داخل هذه السجون؟ وبالتالي إيقاف هذا العبد كحقوقيين نحن نحاول ونبدل قصارى جهدنا بحيث أن نتبنى قضايا هؤلاء كثيرا من الشباب أو من من تعرضوا للسجون الآن أصبحوا في يعيشون أوضاع وظروف نفسية سيئة جداً وأيضاً ظروف مادية صعبة جداً منهم من تعرضوا للتعليم القصدي حتى أنه لا يستطيع الآن أن يمارسوا أي عمل بحيث أنه يكسب قوت يومه أو حتى إذا كان لديه أسرة لا يستطيع الآن أن يعويل هذه الأسرة أيضاً هناك من تعرض لهذا السجن وخرج بنفسية سيئة وهو الآن لا يستطيع حتى التحدث معنا بالشكل الطبيعي وحتى لا نستطيع أحياناً في بعض السجنان لا نستطيع فهم ما الذي تعرضوا له ولا يستطيعون الكلام حتى وإن كان قادر على الكلام تجدوا نفسياً قادوا يعني ظروفه صعبة جداً ولا يستطيع أن يعطينا معلومة مفيدة لكن نبدل قصارى قهودنا نحاول نطالب القهات الرسمية ومثلاً في وزارة حقوق الإنسان دائماً نطالبها بإيجاد حل هؤلاء لأنهم يتعرضون الانتهاك بشكل دائم حتى بعد خروجهم من السجن يظلوا متهكين كامل حقوقهم الردود التي تتلقونها من وزارة حقوق الإنسان بماذا تتمثل؟ ماذا يقولون لكم؟ والله لا شيء هم أذن من طين وأذن من عقين حتى الحكومة الشرعية بشكل عام نطالبهم نقول أن التبني موضوع من خرق من السجن كانت هناك مبادرة سابقة بحيث أن من تعرض للسجن أعطوه درجة في السلك العسكري أو من هذا القبيل لكن هذا غير كافي يجب أن يعطى حقوقه كاملة يجب أن يعوض عن ما فاته من كسب وأيضاً يعوض عن ما فاته من حرمان من أولاده هكذا يجب أن يكون هناك برامج ومشاريع تنموية يستطيع أن يعيش هؤلاء الناس بحيث أنهم يعيدون لممارسة حياتهم الطبيعية ويستطيعون الكسب ويستطيعون الاندباق في هذا المجتمع ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي مثل ما كانوا قبل أن يتعرضوا لهذا السجن نعم برأيك من هي الجهة المنطبية البحث والتحقيق والمطالبة بإعادة حقوق هؤلاء الضحايا الذين تعرضوا للسجن والتعذيب كما ذكرت داخل سجون الحوثيين والميليشيات هو المفترض على كل من يتعرض لهذا الانتهاك المتبثل في السجن اللاقانوني يجب أن يخضع للجهة الرسمية المتبثلة بالقضاء يتقدم بطلبات معروفة بحيث أن هذا الشخص عرض للانتهاك كثبت هذه الواقع نحن بدورنا كمنظمات مجتمع مدني أو منظمات حقوقية نقوم براز هذه الحالات ورفعها كملفات هناك من يتلقى من الملفات خصصاً لجل الوطنية للتحقيق في الدعاء الانتهاك في الانسان لكن وزارة دولها صلبي جداً وأيضاً الحكومة الشرعية غافلة وهي المطلطية المسؤولة والمسؤولية الكاملة عن هؤلاء نتحدث عن أسر هؤلاء الضحايا الذين غابوا عن أهلهم لفترات طويلة من يعيلهم؟ من هي الجهة المتكفلة برعاية هذه الأسر؟ في حالة أن المعيل تعرض للسجن والإخفاء كيف يتصرفون؟ في بعض الأسر تتحرك ذاتياً وتنتقه الجمعية لمؤسسات خيرية يقوم بقز من الواقب لكن هذا لا يعطيهم الشيء المطلوب كامل المفترض أن يكون هناك جهات رسمية متمثلة في جهات حكومية تتبنى هؤلاء الأسر الذين يتعرضون عائلهم للسجن يجب أن يتم تعامل معهم بمسؤولية وبروح المسؤولية نحن نعرف من الناس كثير من هم الآن في السجون يعني تعرضوا للسجن ولازالوا في السجون وهم الآن في حالة نفسية سيئة طبعاً هذا الكلام منقول عن أناس خرقوا من السجن لتقينا بهم أوضاع سيئة جداً جداً داخل هذه السجون والمعتقلات تخيلي أنه في مدينة صالح بشكل عام هذا المعتقل لا أسميه معتقل لأنه نعطيها الصفية الشرعية لكن نسميه هذا المكان السجن هذا الخاص بالحوثيين هو السجن فيه من الظلم ما لا يمكن تحمله تخيلي أنه في الشقة الواحدة عبارة عن ثلاث غرف الغرفة الواحدة لا يمكن أن تكون على ثلاثة متر وفيها عدد خمسة وثلاثين أو يزيد خمسة وثلاثين سجين أو يزيد في هذا السجن فيعني تخيلي أنه أحد الممن أطلق صراحهم بالصفقة الأخيرة هؤلاء يحدثني يقول أنه كان إذا دخلت إذا أصيب أحد الناس أحد السجن المتواجدين في الشقة في حمى أو زكمة يتعرض كلهم لنفس المرض دون إعطائهم أي دواء دون إعطائهم أي وسائل حماية أو أي وسائل حماية تخيلي يعني قارورة من الماء لا تساوي لتر يستخدمها طول فترة اليوم يعني هل للشرب وإلا الوضوء وإلا للنظافة يعني أمور راسية جداً وطبعاً نتائج هذه الكوارث موجودة ونحن الآن مقبلين على كارثة كبرى ويمتعلقة بقائحة كورونا نسأل الله أن يخفف عن هؤلاء الناس الموجودين في السجن الآن نعم تحدثت سيد رضوان على أن من يخرج من هذه السجن وحتى أسر الضحايا عليهم اللجوء للقضاء كيف تقيم أنت دور الجهات المسؤولة في هذا الجانب دور النيابة العامة النيابة العامة بطبيعة الحال عملها دؤوب فيما يتعلق بالقضايا الجنائية الموجودة داخل المحافظة حتى النيابة الموجودة في أماكن سيطرة الحوثي لا يمكن تقديم دعوة أمامها كونها لن تقبل بهم وربما يتعرضوا الانتهاك آخر لكن عندنا هنا في مناطق سيطرة الشرعية النيابة العامة مشغولة بقضايا جنائية قضايا موجودة حتى قضايا سابقة موجودة من الفترة السابقة وكثير من الناس ممن تعرضوا لهذا السجن لا يتقدم بله ولأنه إذا يتقدم بشكوى أمام النيابة العامة فالنيابة العامة ستقدمه من هو المتهم على أساس أنه يتقدمه كمتهم أمام القضاء الموضوع ما فيه فيه لابس كبير جدا والنيابة العامة تتحمل كمسؤوليتها لكن يظل صاحب الشخص المتهم أو المقني عليه هو المعني بتقديم هذه الدعوة والشكوى أمام النيابة العامة برأيك سيد رضوان لماذا لا نشهد ضغط حقيقي من قبل منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بما يحدث داخل هذه السجون وتزامن ذلك مع جائحة كورونا كما ذكرت نحن نطالب من بداية الحرب منظمات العاملة في مقال حقوق الإنسان ومنظمات التي تنضوي تحت منظمة الأمم المتحدة وكثرت المطالبات لكن في حقيقة الأمر هناك تباطع كبير جدا تخيلي أن اليوم أحد الأسراء أو أمس أحد الأسراء توفي توفي وهو موجود في سجر الصالح وكثير من المعلومات تؤكد أنه أصيب بكورونا هذا المصاب الآن توفي فكيف بالمخالط الله إذا كان هناك زحاب شديد جدا في إطار الشقة الواحدة ستحصل كوارث كبيرة جدا ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في هذا المقال لا تتفاعل مع مطالباتنا المتكررة ودائما نطالب بضرورة تبني حقوق هؤلاء السجنة حقوق هؤلاء الناس المخفيين قسريا حقوق هؤلاء الناس لكن ردود أفعال سلبية للغاية لا يمكن أن أقول عنها أنها حتى حققت واحد في المئة مما نطالب فيه نعم سيد ردوان هناك أهالي يضطرون للتعامل مع مشرفين حوسيين وأيضا مع وسطاء يأخذون منهم أموال ويتعرضون للاستغلال هل من رسالة توجهها لهذه الأسر وهؤلاء الأشخاص ماذا نقول؟ الرسالة التي يمكن أن نواجهها لهؤلاء الأسر هم مكلومين هم بحاجة إلى أن يفرقوا عن عائلهم أو عن ابنهم فهم ما سيقدمون ما يقدمون كثير من الناس تعرضوا للابتزاز وتستطيعون أن تقول سرقة أو نصب واحتيال حاصل من بعد من يسمون أنفسهم والمشرفين المتواجدين في مناطق سيطرة الحوثي وهناك سجلنا كثير من الحالات التي تم فيها تقديم أموال طائلة مقابل الإفراج عن حصلت بعض حالات الإفراج لكنها قد استنفذت كل طاقتها من المالية لكن هذا بالضرورة يجب أن يكون هناك هي من تتبنى عملية الإفراج تبادل الأسراء بحيث أن المواطن كاهله ضعيف قدرته بسيطة ومحدودة تتحمل شرعية جزء من هذا القلب بحيث أنه يستطيع أن يتم الإفراج عنهم وهي في حقيقة الأمر قضية حقوقية بحتة يجب المطالبات عبر المنظمات العاملة في الميدان سواء أن كانت منظمات محلية أو دولية يجب أن يتم الإفراج عن هؤلاء بدون أي قيد أو شرط وبدون أي مبالغ مالية وبدون أي موارسة أي ابتزال من قبل هؤلاء المشرفين ممن يدعون أن يمكن أن يعملوا كوسطة لهؤلاء الناس نعم نكتفي بهذا القدر لحلقة هذا الأسبوع الناشط والراصل الحقوق رضوان شمسان كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب المعتقل السابق علي الحارثي تم الرصد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر